قوات حكومية مؤلفة من نحو أربعين عربة مدرعة تداهم مقر لميليشيا حزب الله في الدورة جنوبية بغداد لتعتقل عددا من عناصر الميليشيات وخبيرا إيرانيا وتصادر منصات لإطلاق الصواريخ فضلا عن أسلحة مزودة بكاتم للصوت بحسب مصادر أمنية في تحرك أثار حفيظة الميليشيات الموالية لإيران التي تسيطر على المشهد في العراق برمته مصادر حكومية قالت إن العملية استهدفت ميليشيا أصحاب الكهف وعصبة الثائرين ومقرين تابعين لميليشيات حزب الله وجند سليماني مشيرة إلى أن عدد المعتقلين بلغ 23 عنصرا من بينهم إيراني بحسب وكالة رويترز الميليشيات انتشرت في شوارع بغداد مستعرضة بعددها وعتادها وتوعدت وهددت الكاظم شخصيا فقد وصف المسؤول الأمني لميليشيا حزب الله المصنفة كمنظمة إرهابية أبو علي العسكري وصف الكاظمي بالمسخ الذي أراد خلط الأوراق متهما إياه بالمشاركة في قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة ميليشيا الحجد أبو مهدي المهندس قادة وعناصر الميليشيات ومن بينهم عبد العزيز لحميداوي الملقب بأبو فدك وأبو زينب اللامي وقيس الخزعلي قاموا بتطويق مقرات حكومية في المنطقة الخضراء في دليل واضح على هيمنة الميليشيات ونفوذها في العراق زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي هدد بأحداث فوضى ردا على اعتقال عناصر من ميليشيا حزب الله وصفا المداهمة بالحدث الخطير صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كشفت أن المداهمة التي استهدفت عناصر ميليشيا حزب الله ببغداد جاءت بضغوط من واشنطن التي تريد التزاما قويا من حكومة الكاظمي بالقضاء على مصادر تهديد السفارات الأجنبية والمواقع العسكرية الأمريكية من جانب آخر فإن الميليشيات تتسبب بخسائر تقدر بمليارات الدولارات سنويا بسبب سيطرتها على إرادات المعابر والمنافذ الحدودية بحسب رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي الذي سماهم بالعصابات وقطاع الطرق وأصحاب النفوذ مع أن الكاظمي جاء بتوافقات تلك الأحزاب وميليشياتها